نينوى أو أم الربيعين اسمها المرادف الذي عرفت به حتى بين العرب هي اليوم لأم الفجيعتين أقرب مأساة الحرب وويلاتها وفجيعة الوافد تحت مظلة التحرير المتحكم في المدينة حيث لا قانون ولا رقيب بل شريعة غاب سائدة بقوة السلاح مدعوم للميليشيات وجه آخر غير وجهها الدموي القاتم إنه وجه المال والسلطة والابتزاز أحد فصول المعاناة في نينوى اليوم وتلك الصورة تطغى على الصور المبهجة الراقصة التي تدأب الحكومة على ترويجها مكاتب اقتصادية تابعة لميليشيا الحشد تدير عمليات جباية أموال وابتزاز من أصحاب المتاجر والمطاعم والشركات وسيارات النقل العام بينما أكد نواب عن المحافظة على عدم إمكانية أي قوة إغلاق تلك المكاتب أو إيقاف ممارساتها من الملفات وجدنا كثير من المكاتب الاقتصادية التي لا يستطيع أكثر القادة الأمنيين على التحرش بها وتكلموا معنا بشكل خاص بأن هذه مدعومة من جهات لا يستطيعون التحرك يأتون بكتب رسمية لنقل السكراب من مكتب رئيس الوزراء ومن دوائر في الدولة تتنفس المكاتب فيما بينها على جباية الأموال وعمليات تهريب النفط حتى وصل الأمر حد فرض رسوم على المنظمات الإنسانية وقد يستهدف من يرفض دفع الأتاوة إما بالقتل أو الاعتقال أو التفجير كما حدث مؤخرا مع أحد المطاعم المشهورة في الموصل عندما استهدفته سيارة ملغومة اتضح أنها تتبع لإحدى الميليشيات في الموصل بحسب مسؤول حكومي نواب المدينة المنكوبة طلبوا الحكومة بالتدخل حتى لو تطلب الأمر استقدام قوات من بغداد لعلها تملكوا قرارا بإغلاق تلك المكاتب الاقتصادية التابعة لميليشيا العصائب وبدر والخرصاني وحزب الله وهناك نوع من التخوف ومخاوف كثيرة بأن هذه المكاتب تؤدي بشكل أو بآخر إلى عرقلة جهود الاستقرار في محافظة نينوه وقد نحتاج إلى أن تكون هناك قوة تأتي من بغداد لغلق هذه المكاتب الإهمال أو العجز الحكومي كان حاضرا وبقوة إذ أكد النائب قصي الشبكي أن عبد المهدي وعاد بإغلاق تلك المكاتب والتحقيق بتفشي الفساد في الموصل لا سيما في الأجهزة الأمنية بيد أن تلك العودة لم تجد لها طريقا على الواقع وقد يفسر هذا بأنه عجز أو إهمال أو ربما تواطئ أو حتى التزام بوعد قدم في مرحلة سابقة ترجمة نانسي قنقر